لكن عندي شكة اخر مهمة لازم اتطرق ليه هو بيتعلق ببطولة الدوري لان سمعت تصريح من احد المسئولين بتكلم على ايه بتكلم على ان قرعة الدوري خدمت النادي الاهلي في بدايته او في بداية مشواره في بطولة الدوري وان الاهلي واجه فرق مش مصنفة في المقابل مثلا ان دي اخرى واجهت فرق مصنفة عشان كده تعادلت وخسرت نقاطه وكلام من ده فانا بصراحة مش قادر استوعب برضه يعني اما الجماعة ده دوري وكل الناس هتلاعب بعض وبرضه محاولة من محاولات ان احنا نصدر للناس صورة ان تم مساعدة الاهلي ان الانطلاق بالنسبة له في القرعة تكون سهلة وان الاهلي يقدر يفوز ويقدر ان هو يحصل دع اكبر كم ممكن من نقاط مع بداية البطولة ده كلام طبعا غير وقاعي ده كلام ناس للأسف الشديد هما مش عارفينه ما بيقوله ايه اهلي لعب فرق تقيلة جدا بالمناسبة من ضمن فرق اللي لعبها الاهلي مع بداية هذا الموسم نادي الزمالك اللي هو بطل الدوري اخر سنتين وقدر الاهلي يفوز عليه فيه بطولة بطولة السوبر بنتيجة 2-0 لكن الناس بتنسى فاحنا بنفكرهم يعني الاهلي لعب عدد من المباراة صعبة جدا في الدوري ابطال افريكا متعادل من السير كسبتوا راح جاي في الدوري لعبت اكتر من مطش منهم الاسماعيلي مطش صعبة جدا كسبتوا 1-0 طبعا الجيش المباراة حتى الاخيرة مباراة صعبة جدا الدخلية طبعا لا احترامي الدخلية طبعا مش هي فرق القمة في الدوري برضا عشان بواقعيين كان فيه كمان مباراة قبل الدخلية مش متذكر كمين برضو قدرت ان انت تكسب في كاس مصر العيمة المقاولين ماتش كان صعب جدا درق التي تكسب ضربات الجزاء فالموضوع ملوش او مش مكياص خالص بالنسبة لك الانتلاقات بالنسبة لك قوية ولا ضعيفة المهم اللي بيدحك في الاخر اللي هو يقدر يحصد أكبر كما ممكن من النقاط عشان يفوز بالبطولة وده اللي احنا بنأمل فيه بشكل كبير جدا من خلال فرقتنا لأن الأهلي بصراحة لو فقط البطولة المنسب الثالث على التوالي اعتبار حاجة صعبة جدا على الجمهور لكن احنا واسقين جدا في الإدارة واسقين جدا في الجهاز الفني في اللعبين ومش حنلتفت لمثل هذه الأقويل اللي ملاهاش أي أساس من الصحة واللي هي لمجرد نوع من أنواع الجدل وخلاص يعني نخلق حالة جدل كده ونغي فيها يا جماعة احنا فاضين ماش حاجة فالأسف دي حاجة من دون الحاجات الغريبة اللي منشوفها يعني حاجة من عند بعض المسؤولين